السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم مع عزائي الطلاب والطالبات في إثرائنا الأول المتعلق بموضوع فضاء العينة والاحتمالات طبعاً الإثراءات هي عبارة عن نظرة سريعة على الدروس التي تعلمناها وهذه النظرة طبعاً لا تغني عن دراسة الدرس بشكل كامل لكن هي تصلح كمراجعة سريعة أو كتكفيل للمنهج في نهاية الاستعداد ونهاية الاختبارات لكن بطبيعة الحال لا يمكننا مثلاً نحن درسين ثلاثة نأخذ عدد من الأيام في شرحها نأخذها في درس واحد ويكون هذا الدرس كافي أو يغطي كل المعلومات الموجودة في الدرس لكن نحاول قدر الإمكان أن نأخذ هذه الجولة السريعة على ثلاث دروس حتى نذكر على الأقل تقدير الشيء الذي تعلمناه اليوم إن شاء الله سنبدأ بالدرس الأول وهو فضاء العينة والإحتمالات ودرسنا لهذا اليوم يغطي الموضوعات الثلاثة التي هي تمثيل فضاء العينة والاحتمال باستعمال التبادل والتوافق والاحتمال الهندسي دعونا نرى ما سنتعرف عليه من الموضوعات سنتكلم عن موضوع فضاء العينة ثم مبدأ العد الأساسي ثم مبدأ التبادل بأنواع طبعاً نحن عندنا ثلاثة أنواع من التبادل تبادل عادي وتبادل مع التكرار وتبادل دائري يعني تعلمناها ومبدأ التوافق ثم نمر على الاحتمال الهندسي ونأخذ أيضاً سؤال كذا ختامي في نهاية هذا الدرس طبعاً تكلمنا عن فضاء العينة وتكلمنا عن التجربة العشوائية وقلنا أن التجربة هي إجراء نعرف جميع نواتجه مسبقاً ولكن لا نستطيع التنبؤ أي ناتج سوف يظهر لي والحادثة هي النتيجة أو أكثر ففضاء العينة هو جميع النواتج الممكنة فضاء العينة هو جميع النواتج الممكنة لتجربة ما فأنا أريد أني أعرف هذه النواتج فلو جاني مثل هذا السؤال قال لك ألقيت قطعة نقد مرتين مثل فضاء العينة لهذه التجربة باستعمال قائمة منظمة والجدول والرسم الشجري القائمة المنظمة والجدول يعني شبيهها بس يعني جدول تحط خطوط يعني تفصل ولا تكتبها فأحنا عندنا قطعة نقد مرتين بالنسبة لقطعة النقد أما يطلع لي لوغو شعار أو كتابة تايتل فبالتالي هذه الخيارين الممكنة فأنا لما أرمي قطعة النقد الأولى أما يطلع لي شعار شعار أو شعار كتابة أو كتابة شعار أو كتابة كتاب يعني هذه الحالات الأربعة كقائمة منظمة أو ممكن تتسويها على شكل جدول يعني بهذه هي الصورة و كرسم شجري ممكن تقول القطعة الأولى بيطلع لي إما لوغو وإما شعار والقطعة الثانية بتكون إما لوغو وإما شعار إما لوغو وإما شعار فهذه بتعطيك LL وهذه الحالة LT وهذه الحالة TL وهذه الحالة عبارة عن TT يعني بهذه الصورة هذه طريقة الرسم الشجري ننتقل إلى الفقرة الثانية من فقرات هذا الدرس وهي فقرة مبدأ العد الأساسي طبعا مبدأ العد الأساسي ذكرنا أنه هو مبدأ الضرب فإذا كان عندي تجربة متعددة للمراحل فبالتالي سأرى عدد النواتج في المرحلة الأولى و أضربها في عدد النواتج في المرحلة الثانية ثم عدد النواتج في المرحلة الثالثة حتى أصل إلى آخر مرحلة اللي هي المرحلة K وبالتالي يكون هذا هو مبدأ العد الأساسي اللي نقول عدد النواتج الممكن هو عبارة عن N1 في N2 في N3 حتى نصل إلى NK و أخذنا إذا تذكرون هذا المثال الجميل البسيط اللي هو ساعد للمراحل الخياط و قال له الله أبغى ثوب فقال له عندي خمسة أنواع من القماش و 6 ألوان و 3 أكمام و 3 أنواع من القبة و الفتحة الأمامية 2 و الأزرار 2 فعدد البدائل نقول المرحلة الأولى أنه ساعد بيختار قماش فعنده خمسة خيارات المرحلة الثانية سيختار اللون المرحلة الثالثة سيختار الكوم و المرحلة الرابعة سيختار القبة و المرحلة اللي بعدها سيختار الفتحة الأمامية و المرحلة الأخيرة سيختار الأزرار وبالتالي ستكون الناتج طبعاً حاصل ضرب هذه القيم 5 ضرب 6 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 2 والناتج سيكون 1080 خيار ممكن إذن 1080 خياراً خيار ممكن من الثياب يستطيع اختياره سعد يعني من هذه الخيارات ننتقل إلى مبادئ العدل اللي احنا تعلمناها كذلك مبدأ التباديل والتباديل دائماً نستخدمه في حالة أن المسألة أهمني فيها الترتيب إذا كان المسألة تعتمد على الترتيب فبالتالي أستخدم التباديل ذكرنا أن بإمكاني أستخدم قانون أسهل من هذا فإذا قالك أبواك تحسب لي 5P2 فبالتالي كانك تأخذ عددين ابتداء من الخمسة فتقول 5 ضرب 4 بهذا الشكل ويعطيك على طول 20 يعني بهذا الشكل لو قلتك كان 8P3 فبالتالي ستقول 8 في 7 في 6 يعني بهذه الصور وتحسب الناتج فبالتالي هذا دائماً يكون عدد العناصر اللي هو الثمانية عدد العناصر والثلاثة هذه عدده عدد الخانات أو الأماكن عدد الخانات اللي أنت تفتحها في الحساب عدد الخيارات الممكنة نشوف مثال على التباديل يتكون مجلس إدارة شركة كبرى من 10 أعضاء فإذا كان فيصل ومحمد ومهند أعضاء في مجلس الإدارة فمحتمل أن يتم اختيار هؤلاء الثلاثة رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر على الترتيب فالسؤال هنا يهمني لأن الرئيس يختلف عن النائب الرئيس ويختلف عن الأمين فطالما يهمني الترتيب يهمني الترتيب فبالتالي باستخدم التباديل إذن طالما أنه فيه ترتيب إذن باستخدم التباديل طبعاً هنا المطلوب هل هو عدد الخيارات ولا مطلوب الاحتمال لا مطلوب الاحتمال فبالتالي احنا قلنا دائما في مساء الاحتمال لازم أحسب أنا فضاء العينة كم اللي هو الحالة العامة ولازم أحسب شسمه عناصر الحادثة وبعد ذلك أقسم اللي هو عناصر الحادثة على عدد عناصر فضاء العينة دائما الاحتمال يكون عبارة عن عناصر الحادثة على عناصر فضاء العينة دائما الاحتمال يكون عناصر الحادثة على عدد عناصر فضاء العين ففي الحالة العامة أنا عندي عشرة أعضاء عشرة أعضاء أبغى أختار منهم ثلاثة بالترتيب فبالتالي أخذ عشرة في ثلاثة إذا ما قل عشرة في تسعة في ثمانية و هذه ثمانية في تسعة هذه ثنين وسبعين في عشرة حتى تصبح سبعمية وعشرين أما عناصر الحادثة فبالتالي قال لك محتمل أن يكون فيصل هو الرئيس ومحمد هو النائب ومهند هو فبالتالي سيكون الناتج هو عبارة عن واحد ضرب واحد ضرب واحد لأنه ما ترك لي خيار للرئيس إلا خيار واحد وما ترك لي خيار للنائب إلا خيار واحد وما ترك لي خيار للأمين إلا واحد فبالتالي واحد في واحد في واحد تساوي كم؟ تساوي واحد فأنت في الحالة العامة لو كان عندك ثلاثة خانات هذا رئيس ونائب وأمين فأنت بتقول كرئيسنا في الحالة العامة عندي 10 أشخاص وإذا اخترت 1 رئيس يبقى لك 9 للنائب وإذا اخترت نائب يبقى لك 8 للأمين فصير 10 في 9 في 8 بينما في هذه الحالة قالك والله ترى فيصل هو الرئيس ما أعطني إلا خيار واحد ومحمد هو النائب ومهند هو الأمين فبالتالي ما أعطني إلا خيار واحد وبالتالي سيكون الاحتمال هو عبارة عن 1 على 720 1 على 720 ننتقل الحين أيضا إلى مبدأ التباديل مع التكرار إذا كانت بعض العناصر فيها تكرار فبالتالي سأقسم على مضروب هذه التكرارات الموجودة مثل ما تعرفنا فيه خلال الدرس دعونا نرى المثال أيضا الإعطانية قالك تم تكوين عدد مكوم من 6 أرقام عشوائيا باستعمال الأرقام 1, 5, 2, 1, 5, 3 لاحظ العدد 1 تكرر مرتين والعدد 5 تكرر مرتين وعدد الأعداد هنا عندي 6 طبعا فبالتالي نفس الطريقة أحسبه وشيء عناصر فضاء العينة فضاء العينة يعني بهذه الصورة العينة ثم عناصر الحادثة ثم نحسب الاحتمال دائما يعني بهذه الطريقة بالنسبة لعناصر فضاء العينة أنت بتقول أنت عندك 6 أرقام بترتبها في 6 فكتوريا أو مضروب الستة ولكن هتقسم على التكرارات فالعدد 1 تكرر مرتين والعدد 5 تكرر مرتين فبالتالي بتقول الآن عبارة عن 6 في 5 في 4 في 3 في 2 في 1 على 2 في 2 في 1 في 2 في 1 وبالتالي ممكن نقول الآن أن الأربعة هذه تروح مع الأثنينات خلاص الواحدات هذه ما أذلها لزمة الآن بنقول 6 في 5 هذه 30 30 في 3 سيصير 90 90 في 2 سيكون 180 إذن عدد عناصر فضاء العينة هو 180 أما عناصر الحادثة فهو وش طلب من احتماله؟ قالك محتمال أن يكون أول رقم هو 5 وآخر رقم هو 5 يعني أنت عندك 6 أرقام يعني بهذا الشكل 6 أرقام هذا الشكل هنا ثبت لك الخمسة خلاص يعني أنت خلصت من الأطراف هنا ما أدفكر فيها إذن باقي لي كم رقم أنا؟ باقي لي 4 أرقام طيب وش الأربعة أرقام التي أعطاك إياها المتبقية؟ تقول الله عندك الواحد الواحد والواحد والاثنين والثلاثة فأنت عندك الأربعة أرقام هذه فيها تكرار ولو ما فيها تكرار فيها تكرار فبالتالي بتقول الله هذه عبارة عن 4 فكتوريا والتكرار الموجود عندك على عنصرين فبالتالي يصير 2 فكتوريا فتحسب أنت هنا 4 فكتوريا اللي هي 24 على 2 وبالتالي الناسج يصير 12 إذن هذا هو عدد عناصر فضاء العينة الآن الاحتمال سيكون عبارة عن كم؟ سيكون عبارة عن 12 من أصل 180 بعد الاختصار ممكن أن يصير 1 على 15 بهذا الشكل أيضا من الاحتمالات التي درسناها وهي الاحتمال الدائري وقلنا أن في التباديل الدائرية يجب أني أتأكد هل يوجد نقطة مرجعية أو لا توجد نقطة مرجعية فإذا كان لا يوجد نقطة مرجعية فأروح أنقص واحد من عدد العناصر وآخذ المضروب إذن إذا كانت مرتبة على دائرة ولا يوجد نقطة مرجعية فبالتالي أنقص واحد من العناصر ولكن إذا كان في عندي نقطة مرجعية فبالتالي سيكون عدد الخيارات الممكنة هو إن فكتوريا فإذا لازم أتأكد هل يوجد نقطة مرجعية أو لا يوجد إذا لا يوجد أبنقص واحد إذا موجود عندي نقطة مرجعية خلاص سيصير التباديل مثل التباديل الخطي العادي وبالتالي سيكون إن فكتوريا نشوف الحين المثالين اللي عندنا نشوفه بمثال ناخذ مثالين جن بعض كذا واحد بدون نقطة مرجعية واحد مع نقطة مرجعية قال لك إذا رتبت ست نماذج لعب صغيرة في سوار عشوائيا فمحتمال ظهورها كما في الشكل المجاور طبعا الشكل المجاور هو شكل واحد من أصل كم؟ ها إذن حيكون عندك واحد من أصل ستة ناقص واحد فكتوريا ستة ناقص واحد فكتوريا ليش نقصنا واحد؟ لأن هذا بدون نقطة مرجعية إذن حيكون الناقص واحد في فكتوريا بهذا الشكل فيصير عبارة عن واحد على خمسة فكتوريا وهي واحد على مئة وعشرين واحد على مئة وعشرين بينما لو جينا لفريق كرة قدم مكون من 11 لاعب على شكل حلقة يتشاورون قبل بداية المباراة وقف حكم خلف أحدهم طبعا هم على شكل حلقة يعني دائري حلقة دائرية طبعا وقف حكم مباراة تماما خلف أحدهم فبالتالي صار في عندي نقطة مرجعية فمحتمال وقوف الحكم خلف حارس المرمى فنقول أنه في الحالة في عناصر فضاء العينة بقول والله أنا عندي 11 فكتوريا فإذا انتهيت أنا من وقوف الحكم الآن فيبقى لي عشر لاعبين أبغير رتمهم فيصير عشرة فكتوريا فعشرة فكتوريا على 11 فكتوريا حيطوا الناتج واحد على 11 بهذا الشكل يكون الناتج وهذا بديهي إخواني الكرام وأخواتي إذا أنا عندي 11 لاعب محتملا يقف الحكم خلف أحدهم الحكم بيقف يا خلف الأول يا خلف الثاني يا خلف الثالث يا خلف الرابع يا عندي 11 لاعب فيصير حيقف خلف شخص واحد من أصل كم؟ من أصل 11 لاعب فالناتج يصل يعني ممكن نحلها بشكل بديهي حتى دون الرجوع إلى قوانين التباديل الدائري في الفقرة الثانية بينما في الفقرة الأولى اللاحظ لأنه ما عندي نقطة مرجعية في الأسوارة هذه فممكن تدور الأسوارة هذه فلا يوجد فيه لها مثلا مكان للتسكير مثلا يكون نقطة مرجعية أو كذا فالتالي لازم نقص نحن أنصر واحد فيصير خمسة فكتوريا ونحسب الناتج ننتقل الآن إلى مبدأ التوافق في الفقرة الرابعة نتكلم عن الاحتفال باستخدام التوافق فالتوافق دائما نستخدمه في مساء الاختيار دون ترتيب نأخذ اختيار دون ترتيب وأيضا عشوائي يعني بعض الطلاب يقول العشوائي هو التوافق والتباديل كلها عشوائي سواء التباديل والتوافق كلها يكون فيها كلمة عشوائية لكن الكلام التباديل يكون اختيار مع الترتيب والتوافق يكون اختيار دون ترتيب فبهذه الطريقة فالتوافيق هي اختيار مجموعة من العناصر بحيث يكون الترتيب غير مهم وغير لازم مثلا أنت تحتاج أنك تختار ست موظفيين في أحد أقسام الشركة لحضور مؤتمر لا يهم مثلا لو قالك والله واحد رئيس المؤتمر واحد نائب رئيس المؤتمر يعني هنا يهمني من الرئيس ومن النائب لكن أبغى ستة بس يحضرون المؤتمر بشكل عام بدون ترتيب فبالتالي هنا نستخدم التوافيق طريقة حساب التوافيق هيكون عندي أنا ثلاثة خانات في البسط وثلاثة خانات في المقام البسطة ببداها بالعدد ثمانية لأن هنا ثلاثة فبفتح ثلاثة خانات في البسط وثلاثة خانات في المقام وهنا ثلاثة في أثنين في واحد بهذا الشكل نشوف الأسئلة على موضوع التوافيق السؤال يقول كرة طائرة يريد مدرب كرة طائرة اختيار ست لاعبين من بين عشر لاعبين هم أعضاء الفريق محتمال اختيار لاعبين محمد وعبد الله وعيسى وخالد وفيصل يعني أعطاني تشكيلة كده من اللاعبين طبعا كعادتنا نوجد أول شيء عناصر فضاء العينة فضاء العينة وثم عناصر الحادثة ثم نوجد الاحتمال مثل ما قلنا لنقسم عناصر الحادثة على عناصر فضاء العينة بالنسبة لللاعبين في كرة الطائرة هل يهمني الترتيب يعني هذا حارس وهذا وسط وهذا هجوم لا ما يهم الترتيب هم ست لاعبين يتغير مكانهم في الملعب فبالتالي نقول هنا الترتيب غير مهم هنا الترتيب غير مهم وبالتالي نستخدم التوافيق في حساب الخيارات فبالتالي نقول عشرة C6 بهذا الشكل ونحسب العشرة C6 طبعا كيف نحسب التباديل والتوافيق في الآلة الحاسبة نقول نكتب عشرة بعدين Shift وبعدين تقسيم نرى فوق التقسيم فيه يطلع للـ C وبعدين 6 بهذا الشكل والتباديل نستخدم Shift ضرب والتوافيق نستخدم Shift قسمة بهذا الشكل طبعا هنا الناتج هيكون 210 أما عناصر الحادثة فلاحظوا أن أعطاك تشكيلة واحدة 6 لاعبين أعطاك إياهم فبالتالي هيكون هنا واحد يعني هي عناصر الحادثة عنصر واحد فنحن هنا عندنا 210 تشكيلة مكونة من 6 لاعبين ونحن هنا أعطاني تشكيلة واحدة وبالتالي الاحتمال سيكون عبارة عن 1 من أصل 210 بهذه الصورة ننتقل إلى الفقرة الخامسة من فقرات هذا الدرس اللي هو الاحتمال الهندسي قال لك طبعا في الاحتمال الهندسي أخذنا الاحتمال بالنسبة للأطوال وبالنسبة للمساحات وبالنسبة للقطاعات الدائرية بالنسبة لأطوال إذا كان عندك قطعة محتوات في قطعة أخرى فبالتالي ما احتمال أن تقع النقطة في داخل البي سي تقسم طول البي سي على طول القطعة كاملة اللي هو الـ A D يعني أخذنا هذا المثال البسيط أيضا قال لك إذا اخترت النقطة X عشوائيا في J على J M في الشكل الأدنى فأوجد احتمال أن تقع X في K L نحن نقول أن الاحتمال حيساوي طول الـ K L طول الـ K L على طول الـ J M كاملة بهذا الشكل فالـ J M عبارة عن 7 والـ J M عبارة عن 3 زائدا 7 زائدا 4 حسب مسلمة جمع القطاع المستقيمة وبالتالي سيصل إلى الناتج 7 على 14 اللي هو يساوي نصف كذلك في السؤال الذي يليه هنا قال لك استعمل القرص للمؤشر الدوار في الشكل المجاوري لإيجاد كل مما ياتي علما بينه هو يعود تدوير المؤشر إذا استقر على الخط الفاصل بين القطاعات الملونة محتمال أن يستقر المؤشر على اللون الأصفر اللون الأصفر عبارة عن 45 درجة نحن هذا الآن بالنسبة للزوايا صرنا ما شاء الله بعد ما أخذنا الوحدة الثامنة أو الفصل الثامن صرنا مبدعين في الزوايا صحيح ولا لا في الـ 45 تقسيم 360 هذه عبارة عن 1 من أصل 8 أو 8 أو ممكن نقول 12.5% ليش نعطيك أكثر من إجابة لأنه قد يأتي السؤال على شكل الخيارات فيحط لك خيار على شكل نسبة مواوية أو على شكل كسر فتكون أنت مستعد الفقرة بي قالك ما استعمح تمال استقرار المؤشر على اللون البنفسجي فبالتالي نقول 105 درجات على 360 درجة فـ 105 على 360 ممكن نستخدم الآلة الحاسبة في تبسيطها فنقول 105 تقسيم 360 سيكون الناتج 7 على 24 7 على 24 كيف يحولها النسبة مؤوية؟ تحولها ممكن إلى عدد 10 وبالتالي تصير 0.291 0.291 وتقريبا وبالتالي ممكن أن تقول أنها تساوي 29.1 في 100 يعني زي ما تقول تدني الفاصلة وحدتين علشان يكون النسبة مئوية الفقرة C عدم استقرار المؤشر على اللون الأحمر أو اللون الأزرق يعني أنا ما أبغى الأحمر ولا الأزرق هذا اللي ما أبغاهم فبالتالي سيكون الاحتمال هو عبارة عن 45 اللي هو اللون الأصفر زائد 90 زائد 105 على 360 يعني ممكن نستخدم الآلة الحاسبة في حسابها ستطلع الناثج 240 على 360 بهذا الشكل وهي 2 على 3 وهي تقريبا 66.6% يعني بهذه الصورة بذلك أيها الأخوة الكرام نكون بحمد الله تعالى انتهينا من موضوع فضاء العينة مبدأ العد الأساسي التباديل بأنواعها الثلاثة التباديل العادي التباديل مع التكرار والتباديل الدائري وتباديل الدائري كذلك له نوعين بنقطة مرجعية أو بدون نقطة مرجعية وعندنا أخذنا التوافيق واخذنا كذلك لمحة عن الاحتمال الهندسي بناخد سؤال بس أخير كذا وش رايكم نشوف يعني وش اللي راح نستخدمه في حل هذا السؤال قالك إذا طلب إليك ترتيب المبلوحات المبينة عدنا في صف من اليمين إلى الإسار أول شي طلب مني إيش طلب مني ترتيب هل هو ترتيب دائري ولا خرطي لا ولا ترتيب خرطي إذا نش بستخدم بستخدم التباديل طيب هل في تكرار في العناصر لا ما في عندي عنصر مكرر يعني لو كان عندي مثلثين نفس الشكل ممكن أستخدم التباديل مع التكرار لكن هنا العناصر متمايزة كل عنصر مختلف عن الآخر فبالتالي سأستخدم اللي هو التباديل بشكل عادي فبالتالي عناصر فضاء العينة الآن فضاء العينة هو عبارة عن خمسة عناصر فبالتالي حيكون عدد عناصر فضاء العينة هو خمسة فكتوريا اللي هو مية وعشرين طيب ما هي عناصر الحادثة المطلوبة؟ قالك في الحادثة المطلوبة قالك محتمال أن يكون المثلث هو الأول والمربع هو الثاني لاحظ أنت بترتبهم خمسة كده ترتبهم خمسة حددت لي هنا المثلث حددت لي خيار واحد وحددت لي المربع طيب هنا كم باقي لخيار؟ يبقى لي ثلاث خيارات و هنا يبقى لي خيارين و هنا يبقى لي خيار واحد فبالتالي الناتج سيصير عبارة عن ستة وبالتالي احتمال سيكون ما ينتم الاحتمال سيكون عبارة عن ستة من أصل 120 بعد التبسيط بالقسمة على ستة هذه ستصير واحد وهذه ستصير 120 تقسم 26 أو ممكن تكون خمسة في المئة لهذا الشكل و بذلك يعني نكون أخواني الكرام وأخواتي وصلنا إلى نهاية المطافة أخذنا لمحة عام عن ثلاث دروس في تقريبا 20 دقيقة أو أكثر قليلا نتمنى أن تكون لمحة هذه مفتاح جيد لكم لتذكر الدرس والاستعداد الجيد للاختبار النحائي دمتم في رعاية الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته